اهلا بحضراتكم من جديد الحارس الامين لمملكة العمالق ده تعبير لطيف جدا قاله على الشناوي مدرب مدربي حراس المرمى الكابتن فكري صالح نشوف اسألك سؤال والرد في ثانية واحدة مين افضل حارس في النصر حاليا اللي انا سميته يعني محمد الشناوي بالتسمية اللي انا سميته له الفارس النبيل لمملكة العمالق الفارس النبيل لمملكة العمالق الفارس النبيل والحارس الامين في مملكة العمالق شهادة من شيخ مدربي حراس المرمى فكري صالح وهو فكري صالح يعني مرا أعظم حراس المرمى في تاريخ مصر وآخرهم كان الحضري لمدة طويلة مع المنتخبات فلما يقول هذا اللفظ حتى يعني احنا بنحب المقارنة ودائما أنا ما بحبش أول مقارنة كل واحد لوس في ماته لكن لما سؤل بيقارن بينه بين عصام الحضري والحضري عمره في الملعب قعد لكم واربعين عشان يبقى استنى لما الراجل ده يصمد ويكمل هذا العدد ونبتد نقارن لكن هو البدايات بتاعته والمشوار حتى دلوقتي لا الحارس الأمين والفارس النبي يحيقولي تاني طيب تاريخيا لأن الحياة يمكن يبقى ملاحظ جدا أنه المركز ده بالذات دايما الأهل يملك فيه أفضل للعناصر تاريخيا حارس مرمى المنتخب بنسبة كبيرة إلا في بعض الفترات الاستثنائية بيبقى حارس الآله وحارس المنتخب وفي الغالب بيبقى مميز جدا إذا كنا بنتكلم من أيام على رحمة الله بقى كابتن عبد الجليل حميدر كابتن عاد الهيكل ثم تقفز بقى العملاق زي الله رحمه ثابت البطل وكابتن إكرامي الوحش وبعد كده أحمد شبير ثم تدخل لعصام الحضري ودي الشناوي كلهم حراس دوليين كبار قوي فين السؤال إيه التميز بتاع الأهلي تاريخيا من وجهة نظرك أنا أقول لك أنا التميز بتاع كل واحد يعني الأهلي ما بيتعرضش لضغوط يعني من الطبيعي يبقى الفرود بتاع الأهلي هو الفرود الأميز لأنه الأهلي بيلعب كرة وحارس المرمى إنت بتسعى تجيب الأفضل في كل مركز فأنت من الصغر كده بتبقى عملية انتقائية وأنا لو سألتني مين صاحب أعلى إمكانيات بدنية أقول لك إكرامي طبعا ولو أن إكرامي امتلك الشغف وامتلك نهم التدريب والتركيز بتاع صام الحضري كان وصل لأفاق محدش متخيلة بالقوة البدنية دي أخد بالك برضو إكرامي ابن جيله لأنه حتى الجيل كله في الفترة دي محدش بيعمر فوق ال35 كله بيعتزل سويا أنا أتكلم على العمر أنا أتكلم إن الواحد يعدلي في بني وفيه تلجة 20 دي أبراهيم ده إحنا لما سكنك وززت مياه ساعة خمس دهائيس أبعنا بتقفش لا الحضري يتمازعا كل الناس دي بإيه ماكنة التدريب دي ما بقاش أدامي يعني بيتمرن أكنه ماكنة اللي بيتقال له عليه بيعملوا بزيادة ما حدش يقدر على كده واللي يستطيع أن يمتلك هذه القدرة على التدريب يقدر يتطور لكن إمكانيات البدنية بتاعت إكرامي لو أنه تدربة أنا مليش دعوة مش بقرر أجيال أنا بقولك لو تدربة مثل عصام الحضري كان بقى حاجة ظاهرة على مستوى العالم من ناحة الشخصية اللي خلانا افتكرنا حراس المرمى سهلة لأنه الموهبة والشخصية والتصرف اللي يبسط الأمور جدا بدون فازلكة نرحمه ثابت ثابت الباطل صحية هو العبقاري في هذا المجال تيك تيك أولئي لما كان يطير ما كان يعمل ولكن فيه واحد الحقيقة أنا مديتهش حق وهو بيلعم بس ما بتفرج عليه دلوقتي والله العظيم عظيم جدا جدا أحمد شبيل أحمد شبيل ولما يطير ولما يطير في الكرة يطير يمسك الكرة زي الكلام شبط أنا ما شفتش حد بيعمل الكرة دي فشو بير معلشي اعتذلك وانت بتلعب ويعني اعوضك بهذا الرأي ما حسسناش هو هو بيلعب لا وهو بيعب ما خدش بالي لأنه كنا عمالين القارن بن ثابت وإكرامي وكده لما تشوف الواحده بقى دلوقتي حارس عظيم جدا 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 ففي حراس مارمى النادي الأهلي لا احنا عندنا حراس عظماء جدا يعني يعني مملكة مملكة حراس انت بتقول لي ما بيختبروش كتير بس يوم ما بيختبرو بيختبرو في الاختبارات الصعبة انت فهم قصدي لأن اللي يستطيع أن يصل إذا مارمى القالي بيوصل من خلال كرة صعبة مش كرة سهلة فدائما وبعدين لما بيروح المنتخب يبدأهم بينطلق جدا يعني كلهم مع المنتخبات كانت حاجة رائعة جدا فيعني انا مش بحصر انا بدي أمثلة لا دا احنا حتى اول ما بدأنا الحلقة التمرين بتاع النهاردة شوف الاربع حراس شوف الشناوي ومصطفى شبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف طيب انت بتقول لي عشان انت حريس تجيب احسن حد في المرحلة السنية دي واخيرهم مصطفى مخلوف حارس تلات سنين عايزين نجيبه تلات سنين شوفوا جاي النشقيين شوفوا قبلها بتلات سنين انت بتاسعة تجيبه اي يعني وحمزة علاء مع المنتخب الولمبيو اخد احسن حارس والحارس الاساسي للمنتخب دول معاك من ومصطفى ما شاء الله عليه شبير انا بدي لا مصطفى شبير حقيقة رد على كل الناس وكفى والده شر القتال ايبا لان ابو زي من حيطة اولاد العاملين ومجاملة شبير وكأن مصطفى ردن ينصف اباه لا طبع فانصف الاهلي فتفوق على ابوه انصف الاهلي والله انا رب مصطفى موهبته مش عايز اقر عليه لو كمل بكده بالشخصية دي حيتجاوز احمد شبير ان شاء الله وده اكيد اللي يدل يتمنىها الكابتن شبير لان هي دي فعلا مملكة العمالقة تاريخيا دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله بطلا شامخا وعلى خير نلتقي مسائل اثناني القادم ان شاء الله اصبوع الاخير اشتركوا في القناة